ما فيه شك طبعا ان يعني احنا ملاحظين ان فيه نشاط مكثف وملحوظ جدا ودور بارز لنيابة الادارية في قضايا الفساد دائما بنسمع محاربة الفساد ضبط وقعت فساد مكافحة الفساد ازاي بيتم ده هل احنا كمواطنين كمان لنا دور في هذه المكافحة مش عايزين نفصل ابدا مكافحة الفساد الاداري عن مكافحة الارهاب او مكافحة الفكر المتطرف او مكافحة كل ما هو يعني ممكن ان هو يأذي هذا الوطن في حضور الحقيقة لنيابة الادارية في العديد من الازمات والعديد من القضايا اللي بتهم كل بيت في مصر سواء قضايا اجتماعية زي مثلا ملف الاهمال الصحي زواج القصرات حتى الاهمال في التعامل مع الاثار وغيرها من القضايا الاخرى حريق المتحف السكك الحديد حاجات كتيرة جدا نتعرف عليها مع ضفنا اللي منوارنا في الستوديو سيد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الادارية اهلا بيك فاند منوارنا اهلا بيك فاند طيب خلينا نبدأ بس كده في الاول يعني اهم وابرز اختصاصات النيابة الادارية حضراتكم منوطين بايه بسيط تمام يعني اسمحيلي اخذ من المقدمة المحترمة لحيك قلتيها وفكرة الاول الربط ما بين مكافحة الفساد ومكافحة الارهاب الحقيقة ان الاتنين بينهم رابط وثيق جدا 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 يعني يمكن لو رجعنا وقلنا ان مكافحة الفساد احد العوامل الرئيسية اللي بتساهم في مكافحة الارهاب ككل لسبب في غاية الاهمية المواطن هنا لما بيتعامل مع الجهاز الاداري للدولة لو استضم بفساد من نوع ما قد يفقد الثقة في المنظومة اللي بتقدم له الخدمة او المنظومة اللي بتجيب له حقه في الدولة فيبتدي يدور على الطريق البديل قد يتم استقطابه بمعرفة الجماعات المتطرفة او الجماعات الارهابية ويستغل حنقه او غضبه من اللي حصل له نتيجة التعامل مع الدولة ونتيجة ان ده يتم استقطابه وتحويله الى الفكر المتطرف وده حصل بالفعل يعني كنا بنشوف بعض النمازج يعني بتبقى نتيجة خبرات سيئة حصلت له فبيبتدي يتجعي لده طبعا ده مش مبرر ولكن ده للأسف احد العوامل اللي ممكن يتم استقطاب الناس بسبب مش مبرر هو بيتساب كده ما هو بيتساب بيحصل له تركمات بالزبط لو جينا لنيابة الادارية واختصاصها نيابة الادارية بتختص بالتحقيق مع كافة العاملين بالجهاز الاداري للدولة بمفهمهم اللي هما كل الجهات التعبية للحكومة والجهاز الاداري للدولة يمكن ده مش يعني احنا لو جينا نتكلم هنقول ان الجهاز الاداري للدولة حوالي 6 مليون مش ده الاختصاص لان الاختصاص في الاخر مفيش مواطن في مصر ما بيتعاملش مع الجهاز الاداري للدولة فبالتالي بنلاقي ان النيابة الادارية يمكن ما فيش اي مواطن مش ممكن يحتاج النيابة الادارية لتقديم بلاغ ما اذا ما صاد فهو نوع من الفساد او الاهمال في احدى المؤسسات الخاصة بالدولة يعني وان كان القانون بينيد بالنيابة الادارية التحقيق مع العاملين في الجهاز الاداري للدولة إلا أنه من ناحية أخرى بيضمن للمواطن المصري أن الدولة تقدم له الخدمة على وجه جيد أو أن هو يتعامل مع الدولة وهي بتقدم له الخدمة على وجه جيد بدون فساد بدون إهمال بدون تراخي في أداء العمل مش بس كده هي بتبقى ضمانة للموظف نفسه أنه إذا وجد فساد في جهة عمله أو إذا وجد فساد في المجال اللي هو بيشتغل فيه أنه يقدم شكوى لنيابة الإدارية باعتبار أنها جهة قضائية محايدة تتولى التحقيق بعيدا عن السلطة الموجودة داخل المكان اللي ممكن تكون متورطة بشكل أو بآخر في أضايا الفساد للمسا كويس طيب خلينا نقول بقى أنه إحنا يمكن تكلمنا عن أو يمكن حتى في بداية هذه الفقرة تكلمنا هل إحنا كمواطنين لنا دور في هذا بنتواصل إزاي مع النيابة الإدارية إذا مثلا حبينا نبلغي حبينا نستفسر حبينا نشارك فيه أي يعني نشارك فيه وقعة مثلا محاربة أو اكتشاف وقعة فساد معينة نتواصل إزاي؟ تمام يعني خلينا نقول أن نقطة التواصل دي نقطة في غاية الأهمية لأن دي أحد المعايير اللي بيتم بمقتضاها تحديد مدى كفاءة نظام العدالة والنظام القضائي نفسه اللي هي القدرة على الولوج للنظام القضائي أو أكسيسابيلتي أن المواطن يقدر يتواصل مع الجهات المنوط بيها مكافحة الفساد أو يقدر يتواصل مع الأجهد المنوط بيها إنفاذ القانون وتحقيق العدالة يمكن مصر من 2005 من أيام ما وقعت وصدقت على اتفاقية الأهم المتحدة لمكافحة الفساد وكان في بعض الخطوات في طريقها لمكافحة الفساد ولكن تبلورت الإرادة السياسية الحقيقية بعد 2013 بقى عندنا هدف أساسي ورئيسي هو مكافحة الفساد وفي سبيل ذلك تم تكثيف كل الجهود ودعم كل الجهات سواء الرقابية أو القضائية العاملة في مجال مكافحة الفساد ترتب على كده أي؟ إن حصل عندنا تطوير في منظومة تلقي البلاغات نفسها كنا بنقابل مشاكل من نوعية إن المواطن ممكن معرفش مقر نيابة فين ممكن المواطن يحجم عن الإبلاغ خشة في تضحقة يعني إن هو يتم التنكيل به مثلا المشوار يبقى بعيد عليه خصوصا في الأماكن زي المحافظات بتاعة السعيد أو خلافه فحصل تطوير ارتبط كمان بتطوير وميكنة العمل بالنيابة الإدارية نفسها فبقى عندنا منظومة نتلقي الشكاوى عن بعد يعني يقدر المواطن يتواصل مع نيابة الإدارية عن طريق الخط الساخن اللي هو 16-117 ده بيشتغل من 8 الصبح إلى 8 مساء نقول بسمع لش داني 16-117 ممكن نكتب يا جماعة لو سمحتوا على الشاشة 16-117 ده بيعمل من 8 صباح إلى 8 مساء بشكل يومي بيتلقى في الشكاوى الخاصة بالمواطنين وبيسجلها وبتحال إلى نظام خاص بمنظومة وحدة الشكاوى اللي ممكن نتكلم عنها بعد كده كمان عندنا البريد الإلكتروني لوحدة الشكاوى المركزية اللي هو كلمة شكوى بالانجليزي at ap.gov.eg أنا ممكن أبقى أدي الإعداد عن حضرتك لكي يتحط على الشاشة كمان عندنا هننزل الكلام ده كله على صفحة نهاية الأسبوع إن شاء الله يعني في خلال الفقرة تفضل سيد تمام فبقى المواطن يأما يروح نيابة نفسه يأما يقدم شكواه عن طريق الخط الساخن يأما يبعطها عن طريق البريد الإلكتروني بنقبل الشكاوى حتى ولو كانت لا تفسح عن شخصية مقدمة يعني لو افترضنا نزيل ما قلنا كانت أحد العيوب أن المواطن اللي بيقدم الشكاوى خيط من تنكيل الجهة اللي فيها فساد فبنقبل الشكاوى ولكن بيتم فحصها عشان نتأكد نعم الشكاوى كيدية عشان نتأكد إن الشكاوى ليها أسس أو جذور على الأرض أحيانا يتم طلب تحريات من الجهات الرقابية عشان تدينا الإفادة إذا كانت الشكاوى تحتمل الصحة أو لا ثم تحل التحقيق فكده تغلبنا على المواطن على فكرة إنه هو يقدر يصل إلى النظام القضائي وهو قاعد في البيت أو كمان يحجب شخصيته إذا خاف على نفسه البطش من الجهة الإدارية معظم المبلغين بيبقوا كده طيب دلوقتي سيادتك بتجيلك الشكاوى متتحققوا منها طبعا إذا كانت الشكاوى يعني صحيحة ولا فيها شيء من الجدية ولا لا بعد كده بيتم ضبط الواقع والتحقيق العملية دي كلها بتاخد وقت تدقيه تمام هذا سؤال مهم جدا لأنه برضو هنتكلم في قصة العدالة الناجزة الحقيقة دايما التحقيقات القضائية بيصارعها عاملين عكس بعض عامل سرعة التحقيقات لأنه ده جزء مهم جدا لتحقيق العدالة لأن العدالة البطيئة هي نوع من أنواع الظلم وعامل آخر هو الوصول للعدالة بالفعل يعني لازم ما فيش حاجة فيهم تضغى على الأخرى فأنا محتاج أصل للعدالة بسرعة ولكن لازم أصل للعدالة ما يجيش ده على حساب ده ولا ده على حساب ده فالمعاد بيختلف حسب طبيعة الواقع يعني إذا كانت الواقع وقعة مادية ما فيهاش تقارير خبراء أو ما فيهاش لجان فحصة هندسية أو فنية ما بتاخدش وقت كتير يعني يمكن أقل من شهر بيكون القصة خلصانة إنما في بعض الأحيان لو فيه تقارير مطلوبة سواء كانت تقارير طبية أو هندسية أو تقارير من الخبراء هنا بقى بيتم تشكيل لجان ويمكن تتأخر بعض الشيء بس في سبيل الوصول إلى العدالة الحقيقية تمام وهو حسب البلاغ كويس أول طيب إحنا هنا يا فندم كمان فيه نقاط يعني دايما كان الناس تقول إحنا النيابة الإدارية مختصة بوقاع فساد معينة بس إحنا اكتشفنا مع طبعا الدور التوعوي والتصقيفي اللي الجميع بيقوم بي دلوقتي إن النيابة الإدارية بتعمل دور أيضا مجتمعي مهم جدا حضراتكم كان لكم دور في محاربة زواج القصرات اللي لسه لحد دلوقتي ويمكن الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم عنه برضو في برنامج نهاية الأسبوع لكم برضو يعني دور مهم جدا في مثلا حوادث السكة الحديث وضبط وقائع الفساد عايزين نتكلم شوية يا فندم عن الدور المجتمعي وكمان ده غير الإهمال في الأثار وحاجات كتيرة جدا أحيز أتكلم عنها بس خلينا نبدأ بهذا الدور المجتمعي تمام يعني نيابة الإدارية وهي بتحقق مش بتحقق التحقيق القضائي العادي المباشر فقط ولكن بيمتد تحقيقها لو اكتشفت وجود ظاهرة ما خلل تشريعي خلل في المنظومة الإدارية خلل في تطبيق القانون بتضع التصورات والآليات اللي هي تشوفها نتيجة ما تكشف لها من التحقيقات في شكل تقرير اللي حديكي تكلمت عنه يمكن كان السنة اللي فاتت طلعنا التقرير الخاص بالمرأة عشان كان عامل مرأة اللي كان مخصص من قبل رئاسة الجمهورية كان عامل المرأة فصدر عن النيابة الإدارية تقرير عن المرأة والوظيفة العامة تناول فيه أبرز الصور اللي المرأة بتدخل فيها في نطاق الوظيفة العامة حتى من ضمنها كانت فكرة زواج القاصلات الجريمة اللي كانت النيابة تصدت بالتحقيق لعدد منها نتيجة أن اللي بيقوم بالعملية دي موظف عام داخل في اختصاص النيابة الإدارية بالضبط هي الفساد متشابك من أول الموظف لغاية البيت اللي بيقدم الطفلة دي على أنها زوجة فدي بتبقى يعني هو فساد متشابك وحضرتك قلت لما بنلاقي ظاهرة يعني فيه ظواهر تانية غير القاصرات حضراتكم يمكن كفحتوها فيما يخص المرأة طبعا طبعا يعني كانت جريمة تشويل أعضاء التنسلية اللي كان بيقوم بها أطباء في مستشفات حكومية أو أطباء هم نفسهم أطباء كان العديد من الحاجات الخاصة يعني وفقا للتقرير المرأة كمان التقرير اللي صدر مؤخرا كانت اعتمدته مع علم مستشار أماني الرافع رئيسة النيابة الإدارية بمناسبة التحقيق في حادث قطار المرازي التقرير اللي تم عمله بمعرفة المستشار سعد خليل كان بيتناول الشمول المنظومة كلها الآلية الغائبة عن هذه المنظومة علشان ما نكررش الحوادث دي تاني مش الحدثة كحادثة وخلاص بالضبط لأن الحادثة هنحاسب الناس اللي تسببك في الحادثة بس بالضبط إزاي ما تحصلش تاني دي إحنا تكلمنا أن أهم شيء أو أهم سلبية كانت موجودة التقرير السعر دي يمكن نقاط كثيرة جدا أهمها على الإطلاق غياب الميكانة والاعتماد المطلق على عنصر بشري فقط أنا ما بعتمد على عنصر بشري أي خطأ بشري بسيط يعني التحويلة بس العطلت دي تلتب عليه عن القطار وهو ماشي بسرعته الكاملة بدل ما يكمل في خط سيرو الطبيعي دخل في التحويلة الفرعية اللي هي بتنتهي بسد عشان كده العربات اصطدمت ووقعت العربات من على الخط بتاع السكر الحديث ده خطأ بشري عامل التحويلة اللي موجود في المكان ده نتيجة خطأ بشري طي عشان ده ما يتكررش إحنا هحتاجين منظومة ربط مركزي إلكترونية وحقيقة الدولة يمكن بتشهد الآن وكل يوم احنا عملين يعني يمكن بارح كنت بستعرض خبر كان بيتناول إن وزارة الداخلية بالنسبة للشهادات الزواج والطلاق هتكون مميكنة بالشكل غير قابل للتزوير إحنا في نقلة ضخمة بتحصل من عدد زواج القصرات بالضبط ودي أحد الحاجات اللي تكافح الظاهرة في نقلة ضخمة بتحصل على كافة مستويات الدولة في دخول الميكنة بشكل جدي وشامل علشان ده جزء مهم جدا إن لو العنصر البشري أخطأ النظام لا يسمح بهذا الخطأ أو يتلاحق أو يتدارك هذا الخطأ ما يبقاش بس الاعتماد على عنصر بشري من السهل أنه يغلط من السهل أنه نتيجة الإهمال أو نتيجة ضغط العمل أو يحصل خطأ يترتب عليه قد تكون حوادث كبرى زي اقتراط السك الحديد أو قد تكون التلعب في المستندات وخلافهم فإحنا عندنا ميكنة شاملة على كافة مؤسسات الدولة والنيابة الإدارية داخلت من هذه المنظومة طيب أنا أستاذ أن حضرتك عندي سؤال بس أخذ تليفون أماما